بسم الله الرحمن الرحيم قرأ الشيخان من صورتي النحل وصورة الإسراء من صورتي النحل والإسراء صورة النحل بدأها من الآية 123 حتى المحور الأساس في الآيات الأولى التي قرأها الشيخ هو محور الدعوة إلى الله الآية 125 من صورتي النحل الآية 125 أدعو إلى سبيل ربك باش بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن منهج الله أبردن سيدي يا ربي إن جرث دين كني من ذفعيث من ذفريث أنسلي أمعنى ذاق إلى قنسي وياض أنول له وياض باشا دي السين نبريذي نسم نكون لقاثني السين ستيذت أم بعدان سيوي وياض أدعو إلى سبيل يا ربك أشرنا إلى الآية التاسعة من صورة الإسراء وقد قرأها الشيخان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ربي ناد وأن هذا الصراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نقرأ في صورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أنسنذيك فو بريذ السلاح اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم معلش سؤال وإن هذه المسألة طرحت في أكثر من مرة منهم الذين أنعم الله عليهم السؤال لغير المشايخ أنوي وقذكي في نعم ربي في اللاسم أنوي سنقرر بأوي يغضيك فريذ المستقيم فريذ في قذيث نعم في اللاسم أنعم الله عليهم منهم لن نربع الصناف يا الله تفضلوا المشايخ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وين جاي هذه الآية؟ مرة أخرى ما عاد المشايخ؟ ما شاء الله عشر على عشر رقم الآية؟ رقم الآية تسعة وستين هذه هم أربعة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما السعاد بيني السعان أربعة يجي ذرفيقنيس أذيلي يذسن لذلك الآية مية وخمسة وعشرين من صورة النحل واش تقول أدعو إلى سبيل يا ربك سوى سوى ضخدم الدعوة دعوة مقار دعوة إلى الله باش بالحكمة هنا الامتحان الحكمة لا صجز أدعو إلى سبيل يا ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الحكمة الحكمة هنا الامتحان أمشي زمر ومذان هذه السيوض القرآن دينزل ربي سبحانه إذ خلقث سلحكمة الحكمة يجي عندها جملة من الشروط الشرطة مزواره إلاق أن السيوض الوحية أكنث دينزل ربي سبحانه عز وجل بلا تحريف ولا تغيير وإذا كان التأويل يكون في حدود الضوابط الشرعية الأصولية اللغوية المقررة في بطون الكتب بمعنى فرصة الضوابط يوانس هذا القرآن يجي صلاحي كلش يا أخي الآية إن هذا القرآن هي هدي التي هي أقوام كني هضريد كان في ذمسا الإيقونومي هضريد في الاقتصاد الحكمة تقتضي أن نعرف أن السين ذا شو سنت الأحكام من الشرعيث يقل لنا ذي القرآن ذا السنة يشد غرث ذا مسا هذا هو المطلوب وهذا من مقتضيات الحكمة ربي ند في صورة البقرة الآية مئتين وخمسة وسبعين وأحل الله البيع وحرم الربا آية واحدة يوثل البشرية في حاجة إليها تظرم لكريز إيقونوميك الأزمات الاقتصادية في العالم منها الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في 1929 معروفة إلى غاية الأزمة المالية العالمية يعني لا كريز انتظري مثي قدران ذي الفين وثمانية أذن فهم باللي الربا سبب من أسباب صناعة الأزمات وهو الصحيح ما تشي الأزمات الأزمات ما يلا نفهم لا يجيوث الله ذي قوى لرب سبحانه أتنصي وذي خلق سموسني هنا الامتحان أدنغال بناء الاجتماعي المجتمع أم سريذير ذي ثلويث ذي لهنا ويتحقق التعايش ربي قال وَجَعَلْ لَكُمْ شُعُوبٍ وَقَبَائِي لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَكُمْ أيضاً نحواج ذا غنظر القواعد الاجتماعية سريذير ويذوذ نغتاخ القيث ذي ثلويث لَمْ رَقِذَغِي اللَّذِي الشَّرَعِي في اللَّذِي القُرْآن يَلَّذِي السُّنَّة مَنُغَالْسَيْنِ يَعْنَثَا نَفْسِي ثَمَكِنِدٍ مِسْلَاي أَلَرْبِكْ سَنُنْتَا نَفْسِي خَطَرْنْسَا إِتِي دِي خَلْقًا الحكمة لَصَجَسْ أنهضر في القطعيات قبل الظنيات هذه من معالم الحكمة تقديم القطعيات على الظنيات تقديم المتفق عليه على المختلف فيه أولوية الأصول على الفروع ميزور الشغال لازم إعمال ما يسمى بفقه المصالح والمفاسد بفقه الأولويات بفقه الموازنات بفقه الواقع أئمة هنا الله بارك الحاضرين والغيبين يعلمون علم اليقين أن الدعي إلى الله إذا اصطدم بالعرف فإنه لن يتمكن من زراعة قيم الدين وأحكام الدين ثلاثة عرفيه ثلاثة العادات ثلاثة الأعراف ثلاثة مرة السعان تازل ذي شرعيه من الحكمة مراعاة الأعراف وعدم الاستدام بها وَمَا كَانَ مُخَالِفًا مِنْهُ لِقَطْعِي الشَّرِيْعَ يُعَالَجُ بِالْحِكْمَةُ أُرِزْمِيرِي وَنَذِي بِرِزِي أيني قلن ذي ثلاثة عرفيه أمبلا ما يطفى الأولويات أمبلا عمر بن عبد العزيز اسمي غارد أمير ذنسال خليفة الخامس خليفة المسلمين يسادم ميس ميسيس على الإيمان تخصيث الحكمة إِنْ يَسَبَى الثُورًا كل شيء ريفسني وقد آل الأمر إليك إِنْ يَسْأَلْزِمْهُمْ بِالْحَقِّ جُمْلَةً وَإِنْ غَلَتْ بِي وَبِكَ الْقُدُورِ أَنْعَمِهِ يعني ألزمهم هذه الأمة ألزمها بالحق الذي تعرفوه أولا ما ينظر نظر بشو يدقرغر لكن النظر بلما يوالي لكونسيقونس المآلات وكذا ذي شو سينا عمر بن عبد العزيز صاحب الحكمة وإن يتسوالين يتنظر يسال حكمة إليس يا ولدي إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ فِي الْقُرْآنَ مراتين يعني كرهها مراتين ذمها إِنَّ اللَّهَ ذَمَّ الْخَمْرَ فِي الْقُرْآنِ مراتين وحرمها في الثالثة سيد يربي زمر يلزم الناس بالحكم القطعي ولكن يروح إِتَابْ بَرِيْطَابْ درجة بدرجة يسألونك الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وما نفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما يالله وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون يالله درجة بدرجة ألمي بضل ذاين هيا النفوس لاستقبال الحكم القطعي فجاء النص يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا ذاين تهيئة النفوس الحكمة يثمث بلا من طول راه مقصودة ومطلوبة وكلنا ممتحا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أول زيضان ناندي مزورة ذي السزيضان اقتضن ثسدان السن الحلو وارضع اللبان أيل سيلا ذاك سوم ذا شو كيران ذا سنان الموعظة الحسنة تجلب سمعنا القرآن القرآن وحده حينما يتلى يزلزل النفوس ويستميل قلوب الناس إلى طريق الحق ذا والله ربي سبحان الله ميسن سلا كأنه أول مرة نسمعه للقرآن شي عجيب يتجدد يتجدد إلى أن تقوم الساعة حكاولنا الناس في زمن سابق الشيخ عبد الباصط عبد الصمد الله يرحمه يقرأ القرآن في أمريكا وفي دول عديدة يعني الناس يعتنقون الإسلام دون أن يفهموا شيئا وفيه من الأول قارنا سنثني نحلف بالله وقيمة شي ذا وال من البشر ذا وال رب البشر يزلزل تورا كان سلايا سبحان الله ولكن يثمثا يلها هذا السنسل يلها هذا نفهم يلها هذا السوض خاصة في هذا الزمن ذي الوقت ينتسيذير أورث نحواج الحكمة ثمقرات بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بشان فعديثنا نظن المجادلة لا تكونوا إلا بالحق لا تكونوا إلا بالحجة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نعم 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 بالتي هي أخشا إن شاء الله هوها ربي كان بالتي هي أحسن طبعا ما نقدرش نعلق على ما سمعناه جميعا وبعدين نتكرموه على الصبر الآيات اللي تبع طريق الحق ويدعو إلى الله لازم تواجهه عقابات لزوبستاكل عقابات مشكلات شبوهات لذلك يحتاج إلى الصبر الجميل والنفس الطويل أم بعد سيدا ربينات كما سمعنا في الإسراء ولا تزير وزيرة وزيرة أخرى دوني ثلما ينفع ولكن يثمثن كل يونين زرعاتي غلث سيدا ربا دقار دعوة يجي ذي الأمانة إدي جان الأنبياء إدي جان في صلى الله عليه وسلم أن معاوان كون ذي خمتاز مرثيس وسوال وسطيلوة وسلحكمة وسلعلم وسلخذمة وقل اعمالو ثم ذاق القرآن والهاغ دقار سثارة أيضا الأمة السعى أمانات لابد أن تحفظها اغدنا ربي في صورة البقرة الآية مياء وثلاثة وربعين وكذلك جعلناكم أمة وسطا الوسطية والاعتدال يكشم ذي الحكمة أطول نفسا وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ولكن قرأنا أوائل صورة الإسراء سبحان الذي أسر بعبديه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يا دراء كيف رحال المسجد الأقصى شيء عجيب لا نعلق فقط نقول الأمة أيضا ممتحنة امتحن تاريخي لأن المسجد الأقصى هو منتهى رحلة الإسراء الأرضية منطلقها من المسجد الحرام بمكة الآيات سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والأقصى هو مبتدأ منطلق رحلة رحلة المعراج السماوية والأقصى يستغيث الأمة حلاله علماء التفسير منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة يونرزم ردييني أين كلا دي القرآن فهم مخصن غيب الضغط القرآن الكريم دايما يعطينا يتجدد وتتجدد عطاياه وعطاءاته باستمرار في جميع مجالات الحياة لتنقذ الإنسان وتنقذ البشرية ويضمن هذا القرآن الخاتم السعيدة لمن أراد خطى ربي الناد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هذه المجلس المباركة نسأل الله أن تثمر لكن مثلا سيد ربي الناد وتعاونوا على البر والتقوى وهذا المجلس صورة من صور التعاون على البر والتقوى أكون فيك ربي السر ذليسر ثلاثا السر آمين آمين والحمد لله رب العالمين